بعد اعتراض رؤساء الكنائس في المدينة المقدسة على المخطط الرامي إلى توسيع الحديقة الوطنية المجاورة لأسوار البلدة القديمة أعلنت سلطة الطبيعة والحضائق التابعة لبلدية القدس تجميد خطتها في ذات الموقع الذي توجد فيه أملاك للكنائس المحلية وأماكن مقدسة وهمة للديانة المسيحية حيث اعتبر رؤساء الكنائس أن هذا العمل يعد هجوما متعمدا على المسيحيين في المدينة المقدسة وهو ما أجبر إسرائيل على التراجع عن تنفيذ هذا المشروع بعد أن حصل على موافقة مبدئية من بلدية القدس لتنفيذه في الثاني من شهر آذار الجاري وكان رؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة قد أكدوا في رسالة بعثوها إلى وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية بأن هذا المخطط سيمس مساحات تابعة للكنائس المحلية في جبل الزيتون إلى جانب تغيير طابع البلدة القديمة في مدينة القدس